بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ان شاء الله في هذا المقبع نكمل محاضرات الجينيكولوجيا وصلنا للبنائن ديزيز أوف دي أوبارين بنائن أوفيريين تيومر سوف نرى التابل والتقسيمات مادة مالذي بنائن أوفيريين تيومر سيكون دياغنوز فلوهون ماذا تجينا ؟ يا أما أكروت بيالوك بيين يا أما كرونيك بيالوك بيين يا أما أكوفت أبدومن الماس تشوفي يا ماس ليكشان الحجم ليكون كبير راح يبين أنه أكون أبدومنال تيومر تدخل بالدفرينشال دياغنوز أبدومنال تيومر تمام ؟ زين يمكنني أيضا أن تجيزيز بيالوكي دوري غانيكولوجيكال إيجزامنا أو تجيزيز بيالوكي تمام ؟ يعني بدون نسوي فد الأدار سيبتومز معينة أدار بيربس مو يعني أنا متوقع أنه هذي عندها فد التيومر يجد أسوي الألتراساون بسبب معين زين والقاعدها تيومر تمام زين مش موجود احنا بالبيالوكي عدنا باول عدنا بلاتر عدنا يوترس مستحح فكل هذي عندهم يدخلنا بالدفرينشال ببريغنانسي فهذا ستشوفونه دائما نسونسى وبرغنانسي تيست زيال نابرزنتيشن ودفرن تايب نانو اوارين تيومور باريس ودعا طبعا راح تشوفون انه احنا عدنا مثلا الفوكشنال سيست من اسمه فوكشنال سيست يعني ها تجي نتريات الفوكشن اللي هو الفوليكولار سيست الكوربسلوتيال سيست والثيكال سيست هذا اللي من وحده الهرمونات الاكسسس يعني بريمينوبوزم وهي شوقت العمر؟ بريمينوبوزم ما هيجيني بريمينوبوزم ما عدها فوكشن متمام؟ هيا واحد اثنيا لا بالعكس راح نلقى انه اكو تيومورات تجي بريمينوبوزم واضح؟ وليس بريمينوبوزم وهكذا اكو تيومورات تجيني بعمار من 20 الى 40 في 30 سنة وهكذا فباختلاف الـ age تمام؟ باختلاف السيبتمز يجين البرزنتيشن ورح نشوفهم بالتفاصيل من الاسلادات القادمة مثل ما قلنا فوكشنال سيست هي كمان انيونجوزم ومانا انيونجوزم الجامس الى تيومور اكو تيومور مو الكامل انيونجوزم كذلك بينما البناء الإبثيلي للتيومور راح نشوفوان اكتر شي بالـ والدران بوزم من فاقلنا حسب الـ age راح نفكر انو هالتيومور الفلاني البلاس انو السيبتمز اكو في الدفرنس سيبتمز هتخلين نفكر بتيومورات معينة مثل ما قلنا دفرنشال دياجنوس ماس سيتقسم الى غينيكولوجيكال غاسروانتستانال يورولوجيكال وأثار وهي تفاصيل معاتين مثل التايبل اللي قلنا راح نشوفه عدنا الفاكشنال اللي قلنا بالـ يونج تمام اللي هو منوا فوليكولار سيست احنا نعرف انو الفوليكولز ايش قد الحجم مالتها توصل الـ normal follicles 18 الى 22 مليم يعني ابتو 25 مليم اثنين ونص سنتين اكثر من هيت لا السيست حتصير هنا فالمفروض هي النورمالي انو الفوليكولز من توصل لهالمستوى وراها تتحلل تنفيجو شتسموها وتطلع الـ واضح؟ هنا لا صار اكو فد سبب النون انو ما تطلع الـ خلاص فتبقى تكبر 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 صار ادنا فوليكولار سيست او ادنا الكوربس لوتيل سيست شن الكوربس لوتيل اللي هو الجسم الاصفر المفروض يعني هذا شنو اذا كان اكو برغنانسي حيبقى عن طريق مساعدة الـ HCG هو اللي هيبقي حتى يبقى حتى يبقى اما لا اذا ما اكو برغنانسي المفروض يروح هذا ما يروح يبقى وهم يكبر السيست في الـ المفروض سنرى غالباً يجب يصير بـ ثيكا سنرى هذا يصير طبعاً الثيكا اكستيرنا الثيكا اكستيرنا تفرزنا تفرزنا الاستيرويد الثيكا اكستيرنا تفرزنا مشكلة معينة فلاسة يسمى فكشنال سيست ثمام بعد شنو عدنا الآخر 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 يعني مثلاً واحدة عدها BID وهذا الـ BID ممكن تفرز مصحح بعد شنو عدنا عدنا الاندومتريوسيس الاندومتريوسيس اللي هو عبارة عن شنو عبارة مثلاً تجمعه في بلد ونحن نعرف ان واحدة يصير عدها بين بعض الاندومتريوسيس سيست عدنا بلد مو بلد فبالتالي هذا البلد كل ما يصير يصير البلد يجمع الجمع يسوي له السيست اللي يسمى ههه اندومتريوميس لا تدكتون شنو سميناها فقط هي سميناها مو تمام؟ بعد شنو عدنا عدنا الجيرم سل طبعاً هاي الصورة احنا مخليها مو بالكتاب المهم عدنا الجيرم سل اللي هو البيناين تيراتومة واضح اللي هتعتبر الموس كمان نسبة هجقد خمسين بالمئة واضح؟ طبعاً هو التيراتومة يكون ماتور اذا تجي ماتورة عدنا البيثيليال طبعاً الجيرم سل مثل ما قلون يصير باليونج ومن البيثيليال يصيرين بالالدرلي بوس مينوبوز اللي هو عدنا السيرال السيستادينامو عدنا ميوسيناس السيستادينامو عدنا تيومر اللي هو هذا يصير بي يورو ابيثيليال تيشو تمام؟ زياد عدنا السيكس كورد سي ترامل تيومر عدنا بيه الفايبروما الفايبروما هذه غالباً يعني تراملاتها تراملات لماذا؟ يعني تخيلوا ودافة شي ثقيل يصير الفايبروما هو سولد وتيومر يكون ثقيل يعني نقول يعني شلو مثلاً لو جبنا نحن خيط وصلبنا بنفاخة نفاخنا النفاخة هوا ممكن حيتشلب تبقى بمكان ممكن تهتز شوية بس السلوشات هاي النفاخة مخلين بيها مي مي ثقيل النفاخة ما حتثبت بمكان حتقوم تروح وتجي تريد تفتر فهاي الفره هاي الفره راح يصير بال أوفيرين بديكل تفتر فشيصير عدنا تضغطلنا على بلس ويصير عدنا أوفيرين ترشن اللي هي أكوت أبدومنا البين من المشاكل من المشاكل من المشاكل عن البوال أو البلدر تمام Acute pain may represent torsion of the cysts, rupture or hemorrhage of the cysts. Abdominal and bimanual pelvic examination may elicit a pelvic abdominal mass that may be tender and will be separated from the uterus. Ovarian torsion is most likely with enlargement of the ovary as seen in the presence of an ovarian cysts. مثل ما قلنا. من تجي ovarian cysts. الأوبرا يصير ثقيل. فيقوم يتحرك. يروحه يجي. فبالتالي شنو؟ ممكن يفتر على روحك. يقول 15% من الدرمويسيست اللي هو الجامسول. ممكن يجيني على شكل شنو؟ على شكل torsion. The presenting symptom هو acute onset of abdominal pain. فيدخل بالdifferential diagnosis of abdominal pain. شون appendicitis, be afraid to you, diverticulitis. كمام؟ زيانا. يسرعدهم نوزية, vomiting, tenderness. من السوي بلذك ultrasound ودوبلر. ممكن يشوف the blood flow and may be useful in the diagnosis to confirm the presence of cysts and comment on blood flow to the ovary. Torsion of the normal ovary. يعني لا يوجد مشكلة بها. is very unlikely. ماذا؟ خفيف. لماذا حتى يفتر؟ ماذا؟ 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 هناك فتشغلت. إذا كانت قبل 6-4 ساعات. ماذا نفعل العملية. بالتالي ممكن ننقد ال ovary. يعني ما صار بها ischemia, necrosis, and gangrene. كماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أنتوستنج. واضح؟ نقدر نعدلها. وبنفس الوقت لازم ش نفعل؟ السيست لازم نشيلها. سيستوكتمية. واضح؟ أما لا والله إذا كانت هاي متأخرة إجتني. وال ovary صار بي. غانقورين. يعني ischemia, necrosis, and gangrene. منتهي خلاص بعد. هنا ممنوع نسوي un twisting. ممنوع نعذل. لماذا؟ لأنه هذا المكان. ليس من قطع البلصة بلاي. احنا قلنا. ماذا؟ في المنطقة هذه ischemic و necrosis. وكل توكسين صارت. فأنا لما أسوي un twisting إليها. فش راح يصور كل التوكسين. كل المتيريال راح تطبه بلاي. ونطبه بمشكلة فضيع. فلازم على حطتها أشيلها. نفس الفكرة مثلا بالvolvulus. لما يكون بي ischemia و ميت. ما يصيرت عذلة فره. لا. لازم تشيلها على حطتها. واضح؟ زيان. The first line investigation for women with suspected pelvic mass or pelvic pain. هو ultrasound. مداما نحن هايش عندنا. A transvaginal ultrasonography has better resolution for pelvic masses. Transabdominal ultrasound is indicated in women who have never been sexually active. طبعا اللي هي مسترج والله اكتبها. أنا ما قدر أسويها. Transvaginal متمام. ازيان. فترانس ابدمنا لحما يجبونها. لأما لا هي سرج والله اكتب. فالأفضل أن ننسوي combination. يعني transabdominal و transvaginal. لأنه مرات. لأنه مرات. A large ovarian mass extend beyond the pelvis. تجبونها بالأبدومن. طبعا. فيحتاج نسويها transabdominal. Additional imaging. ممكن أن نضيف كذلك CT. MRI. لشان راح تبطينا تفاصيل أكثر. وعلى nature of the ovarian cyst. أغير تفاصيل أكثر. خاصة وعلى أخير. أغير تفاصيل. تفاصيل أكثر. تمام؟ فالأفضل نسوي لCT. ومارغة حتى نتأكد أكثر. بعد ممكن نسوي. سيريولوجي. السيريولوجي اللي عندنا هو. تيومر ماركر. عندنا جد وراح نشوف الTI. كل ما يكون عالي. كل ما يقول هاي. السيست الموجودة بالأوبراح هي مو بنائي. هذه غالبا مالي قنط. تمام؟ فلازم نسوي لتيومر ماركر. تمام. أن نفعل التأثير من التأثير من البريجنانسي seinem النوع من السلسان المولد الثالة الشيكير البيجنة بروتين المولد المولد الثالثي ممكن أن يكون بلدة برزاة المناطق الهواري والأيت أبسيز واضح وممكن أن يكون بيضة البريجنانسية والأيت أبندي سايتس الموضوع باليظام العالة تيومر ماركر هذا التيومر ماركر قدامنا CA125 CA19 9 20B beta cg alpha phytoprotein واضح وهي كل واحدة ليش مثل endothelial epithelial ovarian cancer borderline tumor epithelial mucinous cirrus granulosa cell هاي مهم الحفظ مالته راح نبدي هسا اولا بالفكشنال ovarian cysts اللي جلنا هادي وين يصير اكتر شي يصير اكتر شي بال اللي هما بالربروديكتف ايج بيوند غير بالادول سنت واضح this group of ovarian cysts including جلنا follicular corpus luteal and the caluteal cysts the risk of developing functional cysts is reduced by the use of combined oral contraceptive بلليش؟ لانا مما تستخدم ال combined oral contraceptive حتي كتا حاذا الاكسز مات الهرمونات ماكو stimulation ماكو FSH يحفز للفوليكول والفوليكول ويصير 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 او مثلا يطلع الهرمونات هاي اصلا ماكو احنا راح نقطعها ماكو منز فبالتالي راح اصل لهاي الفكشنال فاني ممكن اتوقع واحدا من العلاجات الفكشنال الفكشنال ovarian cysts شنو هو الكمبايد oral contraceptive بل زين قلنا انو الاتيوجة بتضبطوا ليش تتصير اصلا يعني unknown but diagnosis is made when the system يجر more than 3cm قلنا normal ovulatory follicles اوما up to 2.5 يعني 25 يعني بين 18 22 up to 25 هاي اللي هي normal اكثر من 2 تعتبر ابناما they rarely grow larger than 10cm and appear as simple unilocular cysts on ultrasound شنو المنجمينت دباند on the symptom اذا تشارد asymptomatic for reassurance وانو انو انت ما عند الشي نساولها repeated ultrasound اه نشوف شنو ممكن هاي يعني بين فترة وفترة نبحثها تكبر نفس حجمها ما ساوت الها براشر ثانية ما نساولها شنو عفوا بمكانك واضح ما مدام هي ما متحرشة بين السيست احنا ما نتحرش به مدام اي symptom ما متحرش بنا خلاص اما اذا تشارد symptomatic she can be booked for labroscopic cysts if necessary يعني هايها مو كل هم اللي هما symptomatic لا ممكن انالجيزية بسيطة الكمبايد oral contraceptive كذا ممكن نقلل الحجم مالتين واخر السيبتم وخلاص اما لا اذا مثلا قلنا ممكن يصير بها rupture ممكن يصير بها hemorrhage ممكن يصير بها torsion لما تجين بأكوت بريزنتيشن هايش لا هنا الأفضل نشيلها بالlabroscopic بزيط corpus luteal cyst اكار following ovulation and may present with pain هنا باين داما تجليش دوتو قلنا rupture or hemorrhage inside the cyst باين داما تجليش اتفاقنا انه منتج الفوريكوز تكبر وطلع الأيجز المفروض الجسم الأصفر ويختفي فهنا بنهاية السيكل menstrual cycle من يصيره السيفير بان نتواقع انه هاي ريكوان corpus luteal cyst treatment is expectant with analgesia or general surgery ماي نسيساري شوكيت if there has been significant bleeding عفوا يعني متنزفوا هواية أوكي لا لا لازم نسيساري ليش to wash out the pelvis وانا بعد سويت wash out the pelvis وفتحت فبنفس الوقت شو نسيساري ovarian cyst doctomy انشيل السيست تمام الثيكا luteal cyst هاي شنو هنا فترة البرغنانسية مولا عش سي جي يصعد فيقوم يحفز الثيكا luteal فالثيكا الثيكا سيحفزها يحفزها فيصر عندنا هذه الثيكا luteal cyst خاصة وين بالmultiple ليش؟ لان قلنا نحفزها هو hcg فبالبول الملتبول برغنانسي hcg سيكون عالي تمام and are often diagnosed incidentally at routine ultrasound نسويل هالشي؟ لا ما نسويل هالشي موحصة 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 هاي بالنسبة للفكشنال نجهز الثيكا luteal cyst اللي قلنا هي شنوه يا أما أكسس نتيجة BID واضح أو endometrioma شون ينفرق بين هين؟ أو شون نعرف أنها مثلا endometrioma و كلها abscess كما تكون fever nausea aneroxia spiking fever sweating كما تكون كما تكون لها tenderness كلها تكون لها abscess are usually associated with pelvic inflammatory disease BID and are mass كما تكون بليون قومن ليش بليون قومن؟ من يصر عند BID The inflammatory mass may involve the tube ovary bowel discribe an image as mass or an abscess occasionally the tube can develop from other infective cause يعني ما إلا BID مثلا appendicitis Diagnosis is similar to that of BID inflammatory marker اللي راح نشوف بصير أكثر بروتين ناخذ swab رسبيكلا ممكن نشوف بصير 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 مصير بصير حيث واضح الكثير موضوع بصير 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 نعرف كل كل بصير بصير في مكان بالدمر السلسطة السلسطة سرد في الأنفه في الثلسطة في المفيد السلسطة نحن مثلا لو تذكرون معظمين بالجراحة العامة لما الواحد يصبح عنده إذا جاني من وقت آني أقدر أسوي له لابروسكوبي وأسوي له أما حين من تتأخر حين شويونه فيصير أكون أكون انفلميشن عالي في هاي المنطقة هاي انفلميشن كونها شي يصوي التيش يصير فرايبون ما نقدر نسوي العملية أوكي في نفس الوقت أكون ريزق عالي إن شي يصير أكون هنا يصير أكون انفكشن تكون الاستخدام الناس بسرعة يروح باليد ويمفتح بسرعة بالطالي التصوير يستمر حتى بعد أن الاستخدام حصله بسبب الناس الاستخدام الناس من الاستخدام حصله من الاستخدام المشاكل and infected tissue patient may present with endometrioma often known as chocolate cysts due to the presence of altered blood within the ovary they have a characteristic ground glass appearance endometriosis endometriosis abdominal pain few days before the men's heavy bleeding suffering abdominal pain bimanual examination thick acomas endometrioma endometriosis 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 now we are going to get the germ salt tumor this is the most common ovarian tumor in young women 20-40 years accounting for more than 50% of ovarian tumor in this age group the most common form of benan germ salt the most common mature dermoid cyst cystic teratoma this is full-differentiated tissue we will see it there is an undifferentiated tissue immature teratoma which contains full-differentiated tissue types derived from all three embryonic gem cells that means enchymal epithelial and citromal hair teeth fat skin muscle cartilage bone and endocrine tissue up to 10% of dermoid cyst bilaterals the risk of malignant transformation the risk of malignant transformation 2% mcq usually occurring a woman over 40 years what? that is the dermoid cell and it doesn't have a cell from the 40th to the 40th the risk of malignant transformation is easy okay? Diagnosis is usually confirmed by pelvic ultrasonography and because of high fat the high fat content present in dermoid cyst the MRI may also be useful where there is uncertainty in general ovarian cystotomy is indicated so spontaneous resolution is unlucky and if it doesn't have a cell and if it doesn't have a cell and if it doesn't have a cell then there is risk of malignant transformation is it? surgery is especially indicated if dermoid cyst is asymptomatic well as we are talking about asymptomatic we can wait for it especially with functional here we are talking about the best surgery so if it is symptomatic it is more than 5 cm diameter or in enlarging or in enlarging if we are talking about 2 cm and if we are talking about 3 cm and 4 cm 5 cm 5 cm 5 cm and 6 cm فسيستوكتومي ويجب أن تتحرك ويجب أن تتحرك تشاركي لماذا يجب أن تتحرك كل تيومر لتحرك المالغنانسي واضح؟ زين بالنسبة لأبثيلة التيومر بناء أبثيلة التيومر تقريبا في الوقت ويجب كل ما تكبر بالأمور كل ما رزق يزيد الحد البريبين الموزا ومن دموز كموني بثيلة تيومر سراس سيستوكتومي ايش قد النسبة 20-30% او بناء تيومر ايش قد قلنا بالجرمسل الجرمسل 51% حيث هاي السيستوكتومي اللي هو السراس 20-30% ان ومن اندر 40 زين سراس السيستوكتومي are typically unilocular unilateral ويرز ايدي ميوسينوس اللي هي خطها سيستوكتومي تكون large ومولتيلوكوليت وتكون بالاترال بعشرة بالمية اذا السراس سيستوكتومي ايش قد راح تكون unilocular unilateral حجمها اصغر اما الميوسينوس لا مولتيلوكولر بالاترال بعشرة بالمية وحجمها اكبر تمام زي برينر برينر تيومور بثيلوكولا بي بي سيستا ديناما اللي هو سيرس بي ميوسينوس يهو الموز كمون وبرينر همين يهو الموز كمون السيرس السيستا ديناما هنا بي سكس كورد سي ترامل تيومور همين اش بي 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 سيكمه كيف يكون المتباقية أهومة الأفضل الماغر؟ أهومة الأفضل الماغرام مو كل الأمور بشكل عام الطعام الأمور الماغرام فهنا هم الأفضل الماغرام تغيير أمور جماعة كذلك فهن يحمل أشهر لأوانات الأخير لتباقى تتميق لحفظ ثقيل ماء Thick, solid تمام Occasional patient may be present with Meigs syndrome شلو هو الميكس syndrome إنه واحد عنده ثلاث شغلات الفيبرومة أوفيران فيبرومة أسايتس and plural effusion plural effusion أسايتس and ovarian fibroma لما نجحنا نشيل الأوفيران فيبرومة سويلها remove البلورال effusion حيتعالج واحد usual resolve تمام زيب أخيرا الثيكومة are بناء estrogen secreting tumor البرينار اللي حتنا بالإبيثيريال tumor من رير لي يفرز estrogen الثيكومة ولا estrogen secreting tumor داي يوفن نبريزنت أفتر مينو بوز يعني واحدة مينو بوز ونشوف الاستروجين داي ينفرز وهي عدها تيومة بالألتراساوند فأفكر بالثيكومة زيان شوو البرزنتيش ما تغال بالبوز مينو بوز ليش من الاستروجين بوحدة مينو بوز شرح يسوي اليوترس ستسوي hyperbligia واضح فتجي bleeding فهنا شاكو ريسك ريسك of endometrial carcinoma ليش exposure to estrogen فلازم هالتيكومة ينشط بقم ويحث الستروجين ذه باستروجين هو carcinoma واضح بشكل عام لتيومرات سهلة لكن ما يحتاج أن نفرق ماذا صارت؟ ماذا أفرقها حسب العمر حسب العمر لدينا جرمسل جرمسل هي الموز بها الدرمويد اللي هو الماتور والدفرنشيات واضح؟ ماذا يجب البرزنتيشن؟ هل لازم أسوي لها عملية؟ زيادة العمر اللي يجونا به؟ مو؟ قلنا أنه لازم نشي للمتر الواحدة وراء الأربعين يزيد الريسك مالغنية ترانسفورميشن واضح؟ بعدها يجينا على الإبثيليال قلنا بيسيس، تدينوما السيس تكون صغيرة يونيلوكولر يونيلاترال بعكس من أختها موسينس تكون مولتيلوكولر تكون بيلاترال بعشرة بالمئة تكون كبيرة واضح البرنردسير اللي هي شبيهة في هذا الشيء specific يورو ثيليال إبثيليال جيد السكس كورد شبيهة بها الفايبرومة والثيكومة الفايبرومة تجينا دائما بأيش؟ ابتورشن الثيكومة الثيكومة بوص مينوبوز وعندها بليدينغ وتيومور دائما يفرز الإستروجين شنو هذا غالبا ثيكومة واضح؟ زيان؟ فهي هاي الأشياء البسيطة اللي تخلينا أفرغ والمسيكيوات وبالمتحانات وتكون بسيطة إن شاء الله المحارة تكون واضحة واستفاديتم من عندها وبالتوفيق إن شاء الله وشكرا جزيلا ومع السلامة